نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية في إعلان مفاجئ قررت ميليشيا الحوثي وقف الهجمات على السعودية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ وهم أي الحوثيين في انتظار إعلان سعودي مماثل لوقف استهدافهم مع احتفاظهم بحق الرد في عدم الاستجابة لمبادرتهم الأمم المتحدة لم تنتظر طويلا إذ سارعت إلى إعلان ترحيبها بهذا العرض الذي قدمته الميليشيا وقالت في بيانها إن المقترح ينقل رسالة قوية عن رغبة الحوثيين في إنهاء الحرب دعوة الميليشيا هذه حملت تأويلات كثيرة خصوصا أنها جاءت عقب هجوم استادف منشأة نفطية سعودية وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم لكن الولايات المتحدة والسعودية أشارت بأصابع الاتهام إلى إيران حيث أكدت المملكة عزمها على دعوة خبراء دوليين وأمميين للمشاركة في تحقيقات الهجوم على أرانكو تعيش السعودية وضعا حرجا بعد أن أفخنها استهداف صواريخ ميليشيا الحوثي وطائراتها المسيرة لمواقع حيوية بين الفينة والأخرى ويرى محللون أن هذا الإعلان جاء عقب تفاهمات سرية سعودية إيرانية بوقف التصعيد ودعوات أطلاقها كثيرون بأن حل أزمات الشرق الأوسط لن يكون إلا بحوار سعودي إيراني مباشر خصوصا وأن موقف السعودية تجاه دعوة الحوثيين بدى متجاهلا حيث قصفت السعودية مناطق تابعة للحوثيين في الحديدة بعد يوم واحد من تلك الدعوة على وقف الهجمات وما هو لافت أن الحكومة الشرعية اليمنية غابت تماما عن أي مبادرات أو دعوات لوقف الحرب شيئا فشيئا تخرج الشرعية من دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي خصوصا أنها لم تعد تمتلك أرضا تقف عليها لإدارة حربها واستعادة الدولة ولا قرار يلزم التحالف بالامتثال لها كونها صاحبة الشرعية والأرض وطلب التدخل